السلام عليكم ازايكم عاملين ايه؟ رمضان مبارك عليكم كورو سيونتو طيبين ان شاء الله النهاردة لكشور جديدة لكشور سرية واللي هاي المحاضرة الرابعة من نفس الكورس اللي احنا مكملين فيه ونفس بلاي لست بتاعة software engineering 2 النهاردة ان شاء الله اخر محاضرة في الجزء بتاع clean code ان شاء الله هنشرح objects and data structures والerror handling المحاضرة دي هكون على 2 parts والpart التاني ان شاء الله يكون بعده على طول اللي هو تبع error handling خلينا نبدأ على طول الموضوع بان احنا نتكلم على يعني ايه classes انا عارف ان الموضوع ممكن يكون بالنسبة لكو قديم يعني او اكيد قديم انتو عارفينه قبل كده ولكن خليني برضو اتكلم عنه classes هي blueprint او template للobjects اللي هتكاريت بعدين من نفس class حلو فهو class فكرته ان احنا بنكون حاطين فيه كل الاتريبيوتز وكل الbehavior او المثلز اللي مفروض تكون موجودة في اي object انا هكاريته من class ده خلينا اديكم example بسيط جدا جدا هيسهل عليكم او فكرة class لو انا دلوقتي عندي مثلا الكلية حلو المفروض ان اي طالب في الكلية بيسجل مواد معينة وبيبدأ انه هو يحضر ساكاشن ويحضر محاضرات وما الى ذلك يعني شوية features كده او شوية functions هو بيعملها الكلاص في الحالة دي هو الطالب طالب في العموم مش مروان او محمد او عمر او جنة هو طالب في العموم كويس لكن طبعا الطالب ده هيكون جواه كل functions الرئيسية يعني الطالب مثلا بيحضر محاضرات محاضرات ايه بالزبط مش مهمة الطالب ده عنده جي بي ايه الجي بي ايه بتاعه كام مش مهمة وهكذا ولكن بقى الobjects هي اللي بتعرف الموضوع ده فمسلا مروان هو object من النوع طالب حلو بيحضر محاضرات معينة موجود في لفل معين بيحضر بالجي بي ايه بتاعه رقم معين محمود كذلك محمد مش عارف ايه وهكذا يبقى الكلاص هو بيعرف الحاجات اللي مفروض تكون موجودة عند اي object بياخد منه او بيامبليمنت الكلام ده ربا موضوع يكون بسيط يا فمسال هنا احنا عندنا مثلا عجلة حلو العجلة دي هي الكلاص موجود فيها مثلا الكلار والنيم وشوية فونكشنز تانية محطوطة هنا كده مش معمول لها امبليمنت ايه اللي بيحصل ان اي object من دول بيبدأ انه هو يورس كل اللي موجود او مش يورس بيبدأ انه هو يامبليمنت بقى الكلام اللي موجود في الكلاص دي فتلاقي انه object مثلا العجلة دي الكلار بتاعها جرين النام بتاعها مش عارف ايه ودي الميثوز بتاعتي start وbreak وstop بتعمل الحاجات دي بطرق مختلفة عن العجلة دي والعجلة دي كويس ان شاء الله الموضوع يكون سهل يعني طيب نبدأ بقى نخش في في الشابتر فالاول عندنا ال data abstraction بيقولك ان فكرة data abstraction ان ان انت تخفي احنا عارفنا عموما ال abstraction في الجزء بتاع وعرفنا نوع فكرة في العمو انت بتهايد او بتخفي ال implementation من اي اه اه فوروم يعني بتعمل معينة من الاخفاء او من من التجريد لل implementation فده تعريف ال حلو? ولكن بيقولك بقى ان مش يعني مش بس ال data abstraction ان ان انت تخلي ال variables اللي عندك private يعني انت دي رقتي عندك اه class مثلا حلو? في شوية variables فمش معنى ان انت تخفي ال data دي ان انت تخلي ال variables دي private احنا عارفين private ان ان انت تخلي يعني اه مش اي حد يقدر اه اللي هيورس مش ما ما يقدرش ال data دي اه directly حلو? فده كده معنى ال private لا بيقولك ان انت كده مش بتعمل data abstraction لان انت هتستخدم اه عادي هيجيب لك ال data ال private دي فانت كده يعتبر ما عملتش حاجة ولكن الحل ان انت تعمل abstract interface وهو ده اه ساعتها يكون فعلا لو انت عملت الموضوع ده صح هي دي كده ال data abstraction الexamples زي له هتوضح انا مش مش بحب ان انا اقول الكلام كده وخلاص يعني فده دي examples من المحاضرة اه فمسلا بيقولك ان دي كده مش abstraction ليه مش abstraction لان انا دي برقتي عندي class اسمه shape عملت بتاعه private وال height بتاعه private وعملت لهم getters و sitters عملت get width و sit width و get height و sit height انا كده ما عملتش حاجة لان كده ال data متاحة اي حد يقدر يعمل get width هيجيب ال width فانا كده ما عملتش abstraction لل data فهمت وانا كده ما خفت هاش طيب ولا ده كمان اه يعتبر data abstraction هو هنا عمل ال abstract interface ولكن هو يعتبر اكين انه عمل getter و sitter لانه عمل get full tank مش عارف ايه وget برضو مش عارف ايه كده فالاتنين دول هي functions هتجيب ال data فانا كده برضو يعتبر ما عملتش حاجة فده كمان يعتبر مش abstraction اما الايه ال abstraction هو ده انا دلوقتي يوم تعامل اه function في interface برضو و ال function دي هتجيت نسبة هتجيت اه برسنتج كويس ففي الحالة دي انا كده اه عامل data abstraction لان انا ما جبتش ال data بعينها انا استفدت من ال data وطلعت اوبط اه لليوزر ما طلعتلوش ال data نفسها شكلها عامل ازاي فهمتوا ازاي فده ببساطة جدا ال data abstraction طيب بعد كده دخل في سكشن جديد وبيتكلم فيه على data اه اوبجيكت اه اه انتي سيمنتري طيب خلينا الاول نعرف ال اوبجيكت بيعمل ايه وال data structure بتعمل ايه وال data structure هنا دي مش هي نفس ال data structure اللي احنا عارفينها اللي خدناها في كورس data structure اللي هي الاريز والحاجات دي لا اهو ده زي تكنيج كده زي ال object oriented ولكن هو اسمه data structure هنشوف دولاتي اجزامبل هتفهمه يعني طيب هو بيقولك ان في العموم اي او ال objects او طريقة ال object oriented بتبدأ ان هي تعمل ايه بتبدأ ان هي اه من خلال يعني data abstraction ان هي بتخفي اه بتخفي ال data هي بتخفي ال data وبتبدأ ان هي تعرض functions زي ما احنا لسه عارفين هنا في data abstraction كويس فال object بيعمل ايه بيخفي ال data وبيطلع functions او بيستخدم ال functions ال data structure ما بتخفيش ال data بتظهر ال data ومعندهاش functions تاني يبقى ال object بيعمل ايه ال object بيخفي ال data لو انا عندي height widths مثلا بيخفيهم ويطلع لي function بتعمل بتحسب ال area مثلا فده اللي ال object بيعمل اما ال data structure لا ال data structure بيطلع لي data بتاعته بيطلع لي ومعندهاش حاجة اسمها functions حلو كده طيب مثال المسال ده على ال data structure فعندنا سكوير كلاس اسمه سكوير فهو ده كده data structure ليه لان هو عنده اه بس data ما فيش اي function كذلك المستطيل والدائرة بيقولك بان في الاخر هو عم عامل class سماه geometry وده اللي مفروض جوا function اسمها area وجوه ال area دي بابدأ ان انا بif conditions ابدأ ان انا اجيب المساحات بتاعت الاشكال دي حلو طيب فكر معايا بقى لحظة كده ممكن هسألك سؤال ووقف الفيديو وحاول ان انت تجاوب على السؤال ده انا دلوقتي لو في ال example ده حبيت ان انا ازود function غير ال function بتاعت ال area يعني انا عايز بدل ما انا دلوقتي كل اللي متاح عندي ان انا اجيب مساحة الاشكال دي لا انا عايز اجيب المحيط كما فايه اللي انا هعمله اللي انا هعمله ان انا بكل بساطة هاجي هو ال class ده وازود function جديدة وسميها محيط وجوه الفونكشن الجديدة دي ابدأ ان انا اعمل if conditions تانية بتبدأ تجيب محيط الاشكال دي حلو حلو طب هل اللي انا عملته ده اه بدأ ان هو يتعارض مع ال principle بتاع ال open closed principle اللي هو بتاع solid ال open closed principle ان انا open for extension ولكن closed for modification فهل ده تعارض مع كده لا طبعا ما تعارضش ليه لان انا فعلا ما عدلتش في الكود بتاع ال area انا اضفت كود جديد ليه المحيط وما جاش جنب ال area في حاجة وبدأت ان انا اكتب بتاع المحيط وجبت المحيط المحيط بتاع الايه بتاع الاشكال دي حلو فانا لو زود function جديدة في الكود اللي مكتوب بالنظام data structure مش هيحصل لي اي مشاكل لكن تعال بقى لو انا قلت لك ان انا بدلا ما انا بحسب المساحة والمحيط للمربع والمستطيل والدائرة محتاج ان انا احسب نفس الموضوع للمثلث مثلا لobject او لشيب او لكلاس تاني خالص حاجة جديدة data structure جديدة مش كل واحد من دول يعتبر data structure لو انا عايزة add data structure تانية هل الموضوع هيكون سهر ولا لا اللي هيحصل ايه هو ان انا هبدأ ان انا اجي في كل انا كتبتها في الكلاس ده اللي هي مثلا الarea وابدأ ان انا اعدل جوه الif condition دي هقول انا هنا اعمل اف condition وبحط في كل اف الشيب فهطر ان انا اعمل الف جديدة هنا واحط جواها الشيب الجديد او لدائرة structure الجديدة اللي انا هكتبها هنا فانا كده عملت edit جوه الكود بتاعي وده شيء اا مش سليم تخلي بقى انت ممكن تضيف اكتر من data structure كزا data structure فالموضوع هيكون اا سخيف جدا طيب خلينا نبص على الامبال ده وهو هنا مكتوب بطريقة الوبجيكت اوريانتد حرم طيب هنا هو عمل ايه هو هنا ما بقاش خلاص فيه الكلاسر واسمه اللي كان موجود في الامبال ده على طول لا هو هنا عادي بنفس الطريقة اللي احنا واخدين عليها بالinheritance بدأ انه هو اا عمل كزا اا class وكل class بيمبليمنت الانترفيس اللي اسمه shape والشيب ده محطوط جواه الفانكشنز اللي كل shape من دول او كل بقى اا كل class من دول هيبدأ انه هو ييمبليمنت الفانكشن دي بطريقته المختلفة فالشيب ده موجود جواه area وكل class من دول اللي هو مسلا مربع والمستطيل والدايرة هييمبليمنت الarea دي بشكل مختلف طب ولو انا نفس السؤال اللي انا سألته هناك لو انا هنا بقى عايز اضيف function جديدة يعني بدل ما انا عندي area لا انا عايزي بقى عندي area والمحيط ايه اللي انا هعمله اللي انا هعمله ان انا هروح عند كل class انا كتبته واضيف بايدي function جديدة اسمها محيط وابدأ ان انا اكتب الكود بتاعها حلو طب لو انا هعدل في في الarea دي هابدأ ان انا اروح برضو عند كل class وابدأ اعدل في الاريا اه بتاعته. طيب هل ده اشيء كويس? لا طبعا لان انا كده لو انا عندي اه اه كزا كلاس كلاس كتير فهبدأ ان انا اروح عند كل كلاس واد الفنكشن الجديدة ده غير ان انا كمان هعمل لها في الانترفيس اللي اسمه طيب. العكس بقى. لو انا عايز اضيف اه كلاس جديد او عايز اضيف جديد. هل ده صعب? لا خالص مش صعب خالص. لان انا كل اللي هعمله ان انا هاد اد شيب جديد مثلا لو هو مستطيل وابدأ ان انا او احط اللوجيك بتاعه جواه وخلاص على كده. فلو انت لاحظت هتلاقي ان السهل عند الداة صعب عند الابجيكت والعكس. السهل عند الابجيكت صعب عند الداة فملخص الكلام اللي اتقال بيقولك ان البرسيديول ودي معناها الكود اللي مكتوب بالداة يعني اي كود مكتوب بنظام زي ما احنا شوفنا في اول اجزامبل. صعب جدا ان انت تأد ولكن سهل جدا ان انت تأد فانت اربطها كده اللي مكتوبة بالداة صعب قوي ان انت تأد فيها جديد. ليه? لان انت هتبدأ ان انت تغير في كل موجودة في الكود ده بسبب الجديد اللي انت ضفتها. زي ما احنا عدنا نعدل لما جينا نضيف جديد فروحنا عدلنا في الفونكشن اللي اسمها اريا والفونكشن التانية بتاعت المحيط. فده اللي حصل فين في طريقة الداة استراكشن. ولكن في الاو او في الاو او كود اللي هو الابجيكت اوريانتد. طب ايه اللي بيحصل? لا. في الحالة دي ان انت تضيف فونكشن جديدة ده صعب جدا او حاجة رخمة. ليه? ان انت عشان تضيف الفونكشن الجديدة دي هتضطر ان انت تكتبها او تعدلها او تضيفها في كل كلاس انت كتبه. اهو. كل كلاس منهم هيتشانج. ولكن سهل جدا ان انت تضيف كلاس جديد. حلو? فقوة هنا بقى اختصارا بيقولك ان انت لو الكود بتاعك قوي. في اه داتا استراكشن. اه كتير وكل شوية احتمال انت تضيف داتا استراكشن جديد. فبلاش تستخدم طريقة الداتا استراكشن. لان في الحالة دي موضوع هيسبب لك هدك. ولكن لو انت الكود بتاعك اه في اه اه او سعيدها بقى لو انت عندك داتا استراكشن كتير فهتستخدم موضوع الاو او. لان كل ما هتضيف داتا استراكشن او السر كل ما هتضيف كلاس يعني الموضوع هيكون اسر. ولكن لو انت عندك برضو اه الكود بتاعك بيخليك كل شوية دي فانكشن جديدة. مش حاجة ثابتة. يعني مثلا انت من الاول مش متأكد ان انت هتستخدم الاريا بس. لان انت ممكن في المستقبل يبقى فيه اريا ومحيط وكذا وكذا وكذا. كذا فانكشن هتبدأ ان انت تضيفها بقى لاش تستخدم طريقة الابجيكت اه اوريانت. الموضوع سهل انتو لو ركزتو فيه. الموضوع فعلا بسيط جدا. طيب. اخر حاجة في البرت ده بيقول لك ديمتر ده اسم بني ادم عمل قانون. والقانون ده بيقول اي كلاس حلو جواه اه فانكشن معينة الفانكشن دي تقدر تانتر اكت دايريكت لي مع صحابها بس. طب يقصد بايه اه او صحابها دول. بمعنى ان الميسود اللي موجودة في الكلاس ده تقدر تنادي على من يبقى اي ميسود موجودة في كلاس معين تقدر تنادي على من نفس الكلاس. حلو? تقدر تنادي كمان على في هي عملت لها كريات. ميسود دي يعني فانكشن. طيب لو برضو نفس الفانكشن دي تقدر تنادي على فانكشن تانية متبصية لها في البراميترز بتاعتها او الارجيومنز. حلو? كذلك تقدر تنادي على فانكشن اه من انستنس اه موجودة جوه نفس الكلاس. طيب الكلام ده لو شفناه باجزامبل الموضوع يكون بسيط جدا جدا جدا. طيب انا عندي دلوقتي اهو مي كلاس ده كلاس معين. حلو? جواه فانكشن. اه دي ميسود دي الفانكشن. بيقول لك بقى كانون ديمتر بيقول الاربع حاجات اللي احنا نقولهم هنا دول. ان الفانكشن دي تقدر تعمل الاربع حاجات دول بس. ما تقدرش تعمل حاجة تانية. تقدر تنادي على فانكشن موجودة في نفس الكلاس بتاعها. اللي هي ماي ميسود تو. فده دي ماي كلاس الكلاس الكبير. وفيها اه فانكشن تحت هي او ميسود تحت اسمها ماي ميسود تو. فالفانكشن بتاعت اللي هي ماي ميسود وان تقدر تنادي على ماي ميسود تو دي عادي جدا. ولو فيه سريق هتقدر تنادي عليها برضو عادي. فهمتوا الفكرة? طيب. لو برضو تقدر تنادي على آآ ميسود موجودة في هي نفس الفنكشن عم تلاها كريات. يعني الفنكشن اللي اسمها دي عملت كريات لأوبجيكت معينة. اهو. الابجيكت ده. تقدر تنادي على فنكشن موجودة جوه الابجيكت ده. اهو. عملت مسكة الابجيكت وعملت ونادت على الفنكشن اللي جواه. عادي جدا. كذلك نفس الفنكشن تقدر تنادي على فنكشن من اوبجيكت انا نباصيها لها كبراميتر. فانا هنا نباصي الابجيكت برام ده. انا اقدر انادي على فنكشن موجودة جوه. طيب. اقدر انادي كمان على فنكشن موجودة جوه اوبجيكت متكريت في القلاس نفسه. فانا هو في اوبجيكت ده اوبجيكت موجود في القلاس نفسه. فانا اقدر انادي على فانكشن موجودة جواه. من الاخر انا اقدر انادي على الفانكشنز اللي تخصني انا كفانكشن كمي ميسود او الفانكشنز اللي تخص الكلاس بتاعي. غير كده لا. هديكو بعد اجزامبلز برضو عشان تجوا فاهمين ايه اللي ممنوع. طيب. لو انا هنا عندي كلاس اسمه كار. كلاس اللي اسمه كار ده جواه فانكشن اسمها ستارت انجين. وجواه اوبجيكت الكاريتة هو اللي هو درايف. فالمفروض ديمتر بيقول ان انا عادي انادي على فانكشن موجودة جواه الدرايفر ده عادي جدا. حلو? لكن اللي حصل هنا ايه? ان الفانكشن دي عملت كل ايه? لدرايفر دوت انجين دوت ستارت. فيكده نادت على فانكشن موجودة جواه الابجيكت اللي موجود جواه الابجيكت ده. يعني درايفر ده جواه اوبجيكت تاني اسمه انجين. جواه بقى جواه الانجين دي جوال الوبشيكتر اسمه انجين فيه فانكشن او فيه ميسود اسمها ستارت انا عملت لها كل في الفانكشن بتاعتي فده غلط ده ما ينفعش لكن ينفع لو درايفر ده هو الجوال اللي ستارت على طول يبقى درايفر دوت ستارت الموضوع هيبقى عادي جدا فهمتوا ازاي كذلك هنا كلاس ايه فيه اوبشيكت من النوع اه بي حلو وعندي ميسود الميسود دي عملت بي دوت جيت سي يبقى نادت على فانكشن موجودة جوال بي والفانكشن دي اكسست جواها فانكشن تانية اللي يدوه سامسينج ده غلط برضو لان انا كده ناديت الاول على فانكشن اللي اسمها جيت سي جيت سي دي جوها فانكشن تانية انا ناديت عليها ده غلط انا اخري ان انا نادي على فانكشن واحدة موجودة جوال بي دي فانا اقدر اقف هنا اقول بي دوت جيت سي يا رب الموضوع يكون ايه واضح يبقى بكل بساطة اه ديمتر بيقول ان انا لو عندي ميسود موجودة جوة كلاس معين الميسود دي تقدر تنادي على اي فانكشن او اي ميسود تخصها هي اي ميسود جوه الميسود دي انا اقدر انادي عليها عادي جدا او اي ميسود لها علاقة بالكلاس اللي انا فيه غير كده لأ ما اقدرش انادي على ميسود اه حد تاني بنادي عليها مسلا او مقدرش انادي على ميسود جوة ميسود تانية اللي هو مسلا بي ده موجود فيها فهمتوا هو الكلام يبين ان هو صعب لكن لو انتو بصيتوا للتو اجزامبلز دول اللي هما غلطوا والاجزامبل ده هتفهموا ببساطة شديدا الموضوع بيقول ايه يعني طيب انا كده خلصت اول بارت وان شاء الله اه شوفوا بقى البرت التاني اللي هتكلم فيه عن شكرا جدا لكم